اعزائي اولياء امور وطلاب الصف السادس ابتدائي ازايكم وكل عام وانتم بخير النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس الاول من الوحدة الاولى من منهجنا منهج كونيكت سيكس الشرح والحال هيكونوا من كتاب المعاصر طبعا قبل ما نبدأ احب بنبع حضراتكم اللي انا سيب لكم كل الرابط اللي انتم محتاجينها فسندوه الوصف اسفل الفيديو رابط جلوب التليجرام اللي هتواصل معنا من خلاله وتنزل منه الماتيريال اللي انت محتاجه. كمان اتبعت لعليه اسئلتك والسفسراتك. كمان رابط صفحيته على الفيسبوك هيكون موجود. يا ريت تشرفني بانضمامك للصفحة بتاعتي ومتابعتي من خلاله. وطبعا اه لو عجبك الفيديو واستفدت منه متسجد تعمل لايك وشير واشتراك في القناة علشان تتابع معي باقي المنهج ويتعم الفايدة على الجميع بأذن الله. ودلوقتي على بركة الله نبدأ الدرس بتاعنا. عنوان الدرس لسن 1. نعمل في الحديقة المجتمعية. هنتعلم النهاردة درس عن الحديقة المجتمعية. ونعرف ايه هي الحديقة المجتمعية. وبتكون عبارة عن ايه وازاي نساعد المجتمع بتاعنا من خلالها. هدأ اول حاجة بالكيف المفردات الرئاسية بتاعت الدرس. اول حاجة معنا ابارتمنت بلوك. ابارتمنت بلوك. ابارتمنت بلوك. عمارة السكنية. كيميكالز. 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 مواد كيميائية. طبعا كلمة دي احنا ممكن نقسمها. اولا هناخد كي. ده المقطع الاول. كي. طبعا اله هنا سايلنت. مي. المقطع الثاني مي. المقطع الثالث كالز كاميكالز. كاميكالز. وطبعا حرف اله سايلنت. ناترال فراتليزر. ناترال فراتليزر. سمات طبيعي. ناترال ناترال فراتليزر. ناترال. طبعا حرف دي هنا بيتناطق الث لانه وراه حرف اليو. فبنطعها كده. ناترال. ناترال. فراتليزر. فراتليزر. اللي هو السماد الطبيعي. روف. 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 الوساط. هارفست. هارفست. يحصد هارفست. بعد كده معنا. المفردات الاضافية. او المفردات اللي هي. معظمنا او معظمها. سمعنا قبل كده. كوميونيتي جاردن. كوميونيتي جاردن. كوميونيتي جاردن. كوميونيتي جاردن. حديقة مجتمعية. fresh. fresh. طازق. green space. green space. green space. صحة خضراء. volunteer. volunteer. متطوة. volunteer. organic. 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 عضوي. market. market. سوق. peppers. peppers. فلفل. health. health. صحة. vegetables. خضروات. vegetables. vegetables. خضروات. ant. ممكن ننطاها ant. او ant. لو ننطاها ant. زي الانجليز الامريكاني. بنطاها ant. لكن لو نطاها انت. دا الانجليز البريطاني. والاتنين طبعا نطين صح. area. area. منطاها مساحة. neighborhood. 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 طبعا ممكن نقسمها. neighborhood. 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 local. local. محلي. lettuce. 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 اللي هو الخاص. plant. 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 نبيت. lemons. 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 ليمون. lemons. dates. 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 اللي هو التمر أو البلح. onions. 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 البصل. tomatoes. 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 طماطم. balcony. 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 بالكني. بالكني. اللي هي البلكونة والشوف. بعد كده معنا conjugation of verbs. تصريف الأفعال. conjugation of verbs. عندنا الأفعال المنتظمة والأفعال غير المنتظمة. أول فعل هنا معنا produce. 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 يعني produce طبعا معناها ينتج. encounter. need. needed. plant. plant. planted. الا فعال غير المنتظمة. grow. grow. grew. grow. grew. sell. sell. sold. meat. met. بعد كده نجي للجوز الخاص بالimportant expressions and prepositions التعبيرات وحروف الجر الهامة أول حاجة معنا On the roof of على سطح Good for جيد لي In the middle of في منتصف On Friday afternoons في أوقات الصغيرة يوم الجنة That's interesting هذا مبتع All the time That's not all هذا ليس كل شيء From one square meter من مساحة متر مربع واحد Make friends You count صدقات Come from It sounds great هذا يبدو رائع بعد كده زي ما عودنا كتاب المعاصر بيجيب لك The main points النقاط الهامة On listening and reading texts النقاط الهامة في نصوص القرية والاستماع اللي هي وردة في الدرس أول حاجة الطبيق الموضوع بتاعك هو Community Community Garden الحديقة المجتمعية أول كلمات معنا Garden حديقة و Space اللي هو الفضاء أو الفراغ أو المساحة The Community Garden is a big green space بيقول لك إن الحديقة المجتمعية هي مساحة كبيرة فضراء Grow يزرق Fresh food طعام طازم People can grow their own fresh food in the Community Garden يعني الناس بيستطيع أن هم يزرقوا الأكل الطازق بتاعهم الخضار والفكهة والحاجات ديتي في الحديقة المجتمعية Clean Air Clean يعني نظيف و Air اللي هو الهواء The Community Garden helps to clean the air in the city الحديقة المجتمعية تساعد في تنظيف الهواء في المدينة Place مكان Friends أصدقاء The Community Garden is a good place to make new friends يعني الحديقة المجتمعية مكان جيد لتكوين صدقات جديدة Volunteers اللي هو المتطوعون Neighborhood اللي هو الحي السكني أو المنطقة السكنية Many volunteers الكثير من المتطوعين from the neighborhood work on the community roof garden يعني الكثير من المتطوعين من المنطقة السكنية بتاعتنا بيعملوا في الحديقة المجتمعية الموجودة على سطح المبنى Plant Plant نبات أو يزرع Lettuce اللي هو نبات الخاص They plant يعني هم يزرعون أو يقوموا بزراعة Tomatoes الطماطم Peppers اللي هو الفلفل Onions البصل and lettuce اللي هو الخاص and the community garden في الحديقة المجتمعية بعد كده ننتقل إلى جزء Pop Quizz on Vocabulary اللي هو الاختبار الصغير المصغر على المفردات اللي لسه أريانها وده بيهدف إلى تثبيت الكلمات أو المفردات الجديدة اللي انت درستها في ذهنك أول سؤال Farmers A lot of crops every year الفلاحون طبعا Harvest يعني يقومون بحصات Harvest معناه يخصد A lot of crops كلمة crops دي معناها المحاصيل Every year كل عام Number two رقم اثنين We grow يعني نحن نقوم بزراعة Nice flowers on the Of our apartment block Apartment block اللي هو العمارة السكنية والمبنى السكن التانى طبعا بنزرع flowers على roof اللي هو السقف أو السطح بتاع البناية السكنية اللي احنا سكنين فيها Number three رقم ثلاثة She helps in a local school يعني تساعد في مدرسة في المنطقة بتاعتها هي مدرسة محليا مدرسة في المنطقة اللي هي سكن فيها As a three days a week طبعا هنا As يعني ك ك طبعا volunteer كمتطوع Is good for the soil يعني مفيد للترب طبعا هنا بيقصد The natural fertilizer اللي هو السماد الطبيعي The community garden Community garden الحديقة المجتمعية Is a great place to New friends طبعا هي Make new friends يعني يكون صدقات جديدة هنليجي بقى للجزء الخاص بال listening and reading اللي هو نص الاستماع والقراء اللي هو موضوع الدرس عنوان اه او السؤال اللي هو في بداية الدرس Where does Mariam go on Fridays Where does Mariam go on Fridays يعني اين تزهر مريم في ايام القناة هنا نور بتكلم صدقتها مريم بتقول لها No school tomorrow Do you want to come to my house? بتقول لها ان احنا ما عندناش دراسة بكرا بكرا اجازة تحب تيجي المنزل عندي طب نشوف مريم بترده وتقول لها اي Thanks نور شكرا يا نور But لكن I always held my aunt on Fridays afternoons at the community garden شكرا يا نور لكن انا بساعد عمتي دايما في ايام القمعة في فترة بعض الصغيرة في الحديقة المجتمعية نور بترد عليها وتقول لها The community garden وهنا طبعا بتستغرب هي اول مرة تسمع عن حاجة اسمها Community garden للحديقة المجتمعية What's that? ما هذا او ماذا يكون ذلك ايه هو او ايه هي الحديقة المجتمعية اللي انت بتتكلم عنها فمريم تتشرح لها ايه هي الحديقة المجتمعية فتقول لها It's a big green space on the roof of my aunt سالمة's apartment block دولانية مساحة كبيرة خاضرة مزروعة على سطح البناية السكنية او العمارة يعني بتاعة عمتي سالمة The people who work there are always volunteers from the neighborhood لا كل الناس اللي بيشتغلوا هناك هما متطوعين من المنطقة اللي يساكن فيها We grow بنزرة vegetables to eat بنزرة الخضرات عشان نكلها and sometimes we sell them in the market too وحيانا بنبيعهم في السوق ايضا بعد كده بتقول لها That's interesting واضح اني نور تحمست لي فكرة What things do grow بتقول لها ايه الاشياء اللي انتو تزرعوها Well حسنا We usually plant tomatoes عادة ما بنزرة الطماطم peppers فلفل onions lettuce وبصل وخاص Things people eat all the time الاشياء اللي ناس بيأكلوها طول الوقت على مدار السنة Sometimes احيانا We also plant احيانا بنزرة fruit trees اشجار فكهة This year هذا العام We have lemons and dates السنة دي عندنا أو الشجر بتاعنا طرح لمون وتمر And You grow all this food in the middle of the city Wow هنا طبعا نور مندحشة ومنبهرة بتقول لها انتو بتزرعوا كل الحاجات ديتي في قلب المدينة احنا مفروض الحاجات دي متعاودين نزراحها في الحقول في الجنين لكن بمسط المدينة بتطلع الحاجات ديتي وفي الابنية السكنية طبعا فكرة شيقة جدا وفي نفس الوقت مفيدة وغريبة Yes It means people can grow their own fresh food and it's organic too بتشرح لها وتقول لها ده معناه ان الناس يقدروا يزرعوا الاكل الطازق بتاعهم وكمان الاكل بتاعهم عضوي او الخضر والفاكلة اللي احنا نزراحها دي عضوية وبتفاهمها برضه او بتقول لها يعني مصطلح ارجانيك او عضوي Which means we only use natural fertilizer We never use chemicals بتقول لها ان احنا بنستخدم السماد الطبيعي ومستخدمش عبدا اي كمويات او مواد كموية في الزرع بتاعه Does your garden produce a lot of vegetables بتقول لها الحديقة بتاعتكم يا ترى بتجيب انتاج كويس او بتطلع محصول كويس او كثير من الخضروات يعني هل التعب انتو بتتعبوه ده والمكوت ده بيجيب فعلا نتيجة مسمرة وبيجيب محصول كويس بترد عليها مريم Yes it does From just one square meter of roof garden we can harvest 20 kilos of vegetables a year بتقول لها من مساحة متر مربع واحد من الحديقة ليال السطح بنقدر نجني 20 كيلو من الخضار سنويا متر مربع زي ما انتم درستم في الرياضة يعني مربع طول ضلع متر وطبعا ده شيء كويس And that's not all ولو ده مش كل حاج Roof gardens also help clean the air in the city وطبعا الحداق اللي هي على السطوح ديتي بتعمل زي ما بيعمل اي نبات في الدنيا انها بتنظف وبتنقل هوا في المدينة من التلوث Which is good for people's health وده جيد جدا لصحة الناس ومفيد They're also a great place to meet people and make friends وده طبعا مكان عظيم لمقابلة الناس وتكوين صدقات It sounds great مارين انت لا يبدو رائعا يا مارين We need more community roof gardens like that in our city بتقول لها احنا محتاجين فعلا الفكرة دي نعممها ونعمل منها او نقطرها وننشرها اكتر انها طبعا فكرة مفيدة جدا كده احنا خلصنا درس او خلصنا الاراية بتاعت الدرس هنشوف دلوقتي البوب كويز السريع ده او الاختبار السريع ده على اللي احنا ارنا اول حاجة طبعا لازم بتفهم معاني الكلمات اللي انت هتكامل بك كلمة friends وده معناها اصدقاء اصدقاء plants نباتات roof سطح cell يابية meter الول متر هنارا ونكمل من الكلمات نور اسكس ماريم to go to her house tomorrow but ماريم goes to help her aunt on fridays يعني ماريم نور بتطلب من ماريم انها تروح منزلها غدا لكن ماريم بتروح تساعد عمتها في يوم القوم they work in a community garden on the roof على السطح of an apartment block they grow vegetables and fruit for people in the local area بيزرعوا الخضار والفكهة للناس في المنطقة السكنية بتاعتهم في النطاق بتاعتهم and sometimes they جاب هنا them طبعا sell بيبيعوا المنتجات بتاعتهم احيان to ماريم thinks the community garden is a good idea ماريم تعتقد ان الحلقة المجتمعية فكرة جيدة because that also help to clean the air طبعا بيساعد في تنظيف الهواء هي plants and habitat in the sea and it is a good place to make new طبعا make new friends وتكوين صدقات جديدة دي general exercises بتاعت الدرس اول حلق طبعا نص الاستماع هنرى والحلقة سيئلة ماذا نص بيقول نور asks to go to her house but ماريم goes to help her aunt on fridays they work in a community garden the community garden is on the roof of an apartment block دا نص الاستماع هنشوف مع بعض كده اول سؤال نور asks ماريم to go to her يعني النور بتطلب من ماريم لها تتيجي طبعا ايه من او تذهب الى منزلها لهو her house ماريم goes to help her aunt بتذهب لمساعدة عمتها on طبعا on fridays they am gone ماريم and her aunt in a community garden طبعا work يعني يعملوا the community garden is on that of an apartment block طبعا روف ان هو السطح السؤال read and complete اقرأ وكمل الناص اول حاجة هنترجم الكلمات اللي احنا هنكمل بها زي ما عمنا grow معناها يزرق street شارق volunteers متطوعين weekends اللي هي الاجازات بتاعة نهاية الاسبوع eat طبعا معروفة يعني يأ هنقرأ كده ونكمل من الكلمات احمد عند ايمن our friends on the they visit احمد's grandfather طبعا هي on the weekends هي اجازات نهاية الاسبوع بيزوروا جدا they can they help to clean بيسعدوا في تنظيف ذا طبعا the street في تنظيف الشارق and the water the trees ورأي الاشجار in the neighborhood في المنطقة السكنية بتاعتها there are many work with them طبعا يبقى الكثير من يعملوا معهم طبعا volunteers اللي هم المتطوعون they are very helpful هم المتعاونين جدا they sometimes هم احيانا more new trees طبعا grow يعني يزرع more new trees بعد كده سؤالي choose سؤالي اختياري many plants are all organic i never use طبعا chemicals after the vegetables grow farmers know them طبعا harvest them she needs tomatoes onions and to make salad طبعا lettuce we use natural to grow organic food طبعا natural fertilizers بعد كده هنجي لسؤال الترتيب اول جملة الترتيب معانا the community community garden يعني الحقيقة المجتمعية is a big green space يعني مساحة كبيرة خضراء الجملة التانية do you you live in يعني هل انت تعيش an apartment block يعني هل تعيش في عمارة او مبنى سكنة بعد كده التالت جملة في الترتيب we نحن produce use ننتج a lot of كثير من vegetables الخضروات in our garden في حليقة جاء و نطبع سنة عام انا يارا انا يارا عن 12 سنة. في الأجازات بساعد أسرتي في الحديقة المجتمعية بتاعتنا. على سطح على سطح بلوك. لدينا مجموعة جدا. الناس في المنطقة بتاعتنا بيتطوعاً هي بيساعدوا عشان نزرة الخضر اللي احنا بنكل. من المزهل أو من الرأى أنك أنت تزرع الأكل بتاعك الأسئلة الأول سأقوم بإختياري الكلمة الإختيارية في خطة grow هي نفس كلمة plant معناها يزرع كلمة idea معناها فكرة ومين معناها رئيسي الفكرة الرئيسية بتاعة الناس هي طبعاً حديقة مجتمعية السؤال المقالين بتاع القطعة كيف يساعدون في الحديقة المجتمعية؟ هنأكتب في volunteer يعني بيطة طوال to help and grow vegetables when does yara help her family؟ متى yara تساعد أسرتها؟ طبعاً بتساعد أسرتها on holidays في الأجازات طبعاً ممكن تعمل أجابة كاملة وتقول yara helps or she helps واضح للفعل s her family and then on holidays بعد كده سؤال punctuation علامات التقييم where do the fruit you eat come from؟ طبعاً أول حرف هيبقى capital w where طبعاً where معناها أين ديالة السفاة هيبقى آخر الجملة علامة استفاة طبعاً مفيش في باقي الجملة أي كلمات تستدعى أن احنا نبدأها بحرف capital بعد كده الparagraph مطلوب أنك تكتب paragraph خمسين كلمة طبعاً في خمسة كلمة وثلاثين السنة دي بقيه خمسين عن community or a community roof garden وده هتلاقيه مجابة عنه بإذن الله في نهاية الكتاب بكده نكون أحبايا خلصنا اول درس من واحدة الأولى يارب الشرح يكون عجبكم ويارب أكون قدرت أفدكم ونلتقي إن شاء الله في درس تاني ونكمل مع بعض بإذن الله باقي الملحة good bye ترجمة نانسي قنقر